اهلا 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 بحضراتكم خذونا بقى ايه نتكلم على ايه نتكلم على العلاقات المصرية السعودية او افاق التعاون ما بين البلدين خصوصا في ظل الزيارة الاخيرة لولي العهد السعودي صاحب السمو الامير محمد بن سلمان الى القاهرة نرحب بضيوفنا الاعزاء داخل الستوديو عادة نبدأ من اليمين بس المرة دي فاحنا هنرحب اولا بدكتور اسماء رفعة باحثة الاقتصادية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية من ورانا فن ازاي الصحة كله تمام الحمد لله وايضا طبعا الاستاذ اشرف ابو الهول كاتبنا الصحفي الكبير ومدير تحرير الاهرام من ورانا استاذ اشرف الله يخليك كله ماشي كله ماشي وتمام الحمد لله طيب قبل ما هدخل على الاقتصاد هسأل على السياسة فهروح الاول لاستاذ اشرف وهنسأل التعاون السياسي ما بين اكبر بلدين في المنطقة العربية مراكز سياسية محورية جدا اقدر اقول بملو البق وصلنا الى مرحلة ان احنا بجد بتعملنا حساب من العالم دلوقتي هذا التعاون البارز والواضح ما بين الرياض والقاهرة يؤدي الى؟ يؤدي الى سؤال مهم قوي المملكة العربية والسعودية ومصر هم يعني قطبة المنطقة العربية الاثنين دولتين بتمثلان سلطة روحية للمسلمين في العالم مركز الاسلام السني في مصر في الازهر الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية اسواق اقتصادية ضخمة جدا تعداد سكان كبير جدا قوة سياسية هائلة تصنع القرار ولا يمكن ان يحدث قرار او استقرار في المنطقة الا بتعاون مصر سعودي كل ده بيؤدي عندما يعني تتوحد المواقف مش هقول تتوحد عندما يحدث توافق عندما يحدث سيطرة على اي مش هقول خلافات وانما اختلافات سيطرة في الرؤى ونطلع بحل وصف بيحصل كتير بتقدر انك انت تاخد من العالم اللي انت عايزه بتقدر تحرك القوى الكبرى لمصلحتك وده شفناه مثلا في الموقف الامريكي الجديد من المملكة العربية السعودية ومن المنطقة لما المملكة العربية السعودية والامارات رافضوا انهم يبقوا اداة زودوا انتاج البترول يزودوا لا خدوا موقف مسؤول جدا كان فيه دعم مصري وعربي لهذا الموقف اصبحت الولايات المتحدة هي التي تجري وراءهم اصبح الرئيس الامريكي هو الذي يأتي الى المنطقة بحثا عن مصالحه فمصر والسعودية لما بيتفقوا دلوقتي شايفين بوادر حل مش هقول حل مجرد بوادر في اليمن شايفين توافق حول حل نزعات في المناطق الاخرى في ليبيا في سوريا رغم بعض الاختلافات لكن في النهاية الموقف بقى فيه تقارب كبير جدا مصر لما طلعت بعد 30 يونيو رئيس السيسي قال لابد من الحفاظ على الدولة القومية لابد من الحفاظ على الجيش الوطني كان فيه خلافات فأصبحت اختلافات وبدأنا نمشي في طريق التوافق لو شوفنا النهاردة البيان الختامي هلأ ان البيان الختامي اتكلم على مناطق توافق كبيرة جدا فيما يتعلق بسودان باليمن بالعراق باللبنان بليبيا وبالتالي عندما يحدث تعاون مصري صعودي عندما يحدث تنصيق وظل التنصيق احنا من جير ما كنا نشوف اي بيان ختامي او نسمع اي حاجة مجرد رؤية الرئيس السيسي والامير محمد بن سلمان وهم بيتقابلوا بكل حب خلال بدء الزيارة امس وهم النهاردة بيودعوا بعض بكل اريحية وحب وثقة بنقدر نفهم ان فيه بالفعل من خلال فهم لغة الجسد ان فيه توافق وان فيه اتفاق حوالين قضايا كتير وان فيه تنصيق وان هذه الزيارة التي تمت من اجل تنصيق اكبر تنصيق خلال القمة الخالجية اللي هيحضرها بايدن ويتكون فيها مصر والاردن والعراق وبالتالي لما بتتتفق الرؤى او تتقارب الرؤى او نصل الى توافق مش هقول اتفاق كامل مفيش دولتين في العالم بيصلوا الى اتفاق كامل لكنهم بدنا تخطى تبييونات اه زي اوروبا بالكامل لما تجتمع في قمة وبتبه مواقف صعبة او تبص لهم خرجوا بحل وسط الان هذا ما يحدث في السياسة الخارجية المصرية وهذا ما يدفعنا للامام عظيم جدا هنا اروح لدكتور اسماء رفع دائما ما السياسة بتلقي بظلالها على العمليات والشراكات الاقتصادية طول الوقت مع ان انا من انصر ان الاقتصاد هو الذي يحرك السياسيين بقى فاما انه هم يعني يذهبوا الى حروب او انه هم يذهبوا الى موائد المفاوضات يعني الاقتصاد دائما هو المحرك من وجهة نظر الناس اللي زي حالتي اللي عندهم من حيازات ناحية بتوار الاقتصاد فهنا اسألك على الشراكات اللي بتتم مش بس مصر والسعودية الشراكة ما بين مصر السعودية مصر الامارات مصر السعودية الامارات مصر الأردن العراق مصر الأردن البحرين كم الشراكات اللي حصلة في المنطقة خلال السنة ونص اللي فاتوا غير مسبوقة من وقت الحرب العالمية التانية حتى هذه اللحظة بتشوفيها ازاي؟ احنا ممكن نشوفها بشكل أوضح من خلال ان احنا نشوف السياق الاقتصادي العالمي اللي مرنا به خلال فترة السنة ونص أو السنتين اللي حضرتك بتتكلم عنهم الفترة دي شهدت أزمات متتالية أزمات عالمية وانعكست تدعياتها الاقتصادية على الدول المختلفة أول حاجة أزمة كورونا الاقتصاديات كلها قفلت الانتاج كله قفل التشغيل قفل فالعرض الكل العالمي انخفض بشكل كبير وفي بعض الدول بدأت أن هي تفرض حظر على تصدير المواد الأساسية بتاعتها حفاظا عليها لبلدها بحيث أن لو أمد الجائحة امتد الفترة طويلة تكون مأمنة الاقتصاديات بتاعتها بعدها فترة التعافي أو بوادر التعافي من أزمة كورونا برضو كان فيها الطلب المجبوط الطلب زيد بشكل كبير جدا على كل سلع والخدمات فالعرض الكل أو الانتاج ما قدرش أنه يتصارع بنفس معدلات زيادة الطلب فده نتج عنه مشكلتين رؤسيتين أول حاجة ارتفاع كبير في معدلات التضخم وتاني حاجة اضطرابات في سلاسل الإمداد القضيتين دول أو الأزمتين دول قبل من حلهم وقبل من واجههم جاء الصراع الروسي الأوكراني في بداية العام الحالي الصراع الروسي الأوكراني ده بقى هو بعيد عننا فالمخاطر الجيوسياسية بعيدة عننا ولكن المخاطر الاقتصادية طلتنا بشكل كبير لأن حضرتك جيت عند مواطن الانتاج والمكان الموجود فيه مواطن الخام وتقريبا قفلتها بقى فيه الدول الكبرى بتتصارع مع بعضها في شكل عقوبات اقتصادية على روسيا روسيا كانت فرضا حاضرة على المواني بتاعتها البحر الأسود فما كانش فيه إمكانية لتصدير غير كده بعد لما ان شاء الله أمد الصراع ينتهي وكده هيبقى فيه في أوكرانيا محتاجين أن نعمل إعادة أعمار يعني مش هتنتج وتصدر زي ما كانت قبل كده لأ هتاخد فترة كبيرة في أن هي تعمل ده فده إنعاكس على مصر وعلى دول كثيرة من الناحية دي إن موارد الانتاج كلها بقت يعني مش بيتم إمدادها بشكل كبير فده زود من أزمتين التضخم والترباط سلاسل الإمداد طب نيجي نشوف المواجهة تمت إزاي طالما فيه تضخم مرتفع السياسة النقدية بتكون إنكمشية يعني بنرفع أسعار الفايدة وده شوفناه في قرارات البنك الفدرالي الأمريكي والاقتصاديات المختلفة اللي بتربط عملتها بالدولار وشوفناه في الاقتصاد المصري ده شيء طبيعي إن التضخم مرتفع فبنرفع أسعار الفايدة رفع أسعار الفايدة بيخرج من الاقتصاديات رؤوس الأموال اللي هي سهلة تخرج اللي هي بتكون غير مباشة أو اللي احنا بنقول عليها الهوت ماني أو الأموال الساخن بتخرج في اتجاه أسعار الفايدة الأعلى فده بيدر بقى الاقتصاد إن انت مش بس موارد الإنتاج اللي انت كنت بتعتمد عليها يعني تم إن هي مش بتجيلك بالقدر الكيف لأن انت كمان عندك تضخم مرتفع بينعكس عليك اللي هو التضخم المستورد ورؤوس الأموال اللي كانت عندك خرجت فبيبقى الحل هنا في إيه إن احنا لو جينا نشوف التضخم ده أساسا زاد ليه زاد بسبب إن العرض ما كانش مرتفع فإحنا عايزين نضخ استثمارات ولكن نضخها في شكل استثمارات مباشرة يتولد عنها ناتج ويتولد عنها عرض كلي فهو اسمه أنفاق استثماري يعني أنت بتنفق فلوس فده ممكن يتولد عنه ضغوطة ضخمية ولكن في النهاية أنت بيكون عندك ناتج بيكون عندك تشغيل بيكون عندك يعني حركة الاقتصاد بترجع أن هي تشتغل تشتغل تاني العلاقات اللي حضرتك بتقول عليها بين مصر ومختلف الدول في النطاق الأقليمي العربي ده شيء يعني كويس جدا إن هو يتم في الفترة الحالية وبيتولد عنه أن احنا بنستبدل سلاسل الإمداد اللي حصل فيها بعض الدروب كده والبعض الخلل نتيجة الصراعات والأزمات العالمية بأن احنا نستبدلها بسلاسل إنتاج تانية تكون محلية لأن احنا لو بصنا على المنطقة العربية هنلاقي في قوة عامل موجودة في مصر هنلاقي رؤوس أموال موجودة في الإمارات هنلاقي في مياه وقراضي زراعية في السودان هنلاقي في معادن في المغرب وتونس والجزائر هنلاقي فيه نفط في دول الخليج طيب من تكيد عندك عناصر الإنتاج كلها تقدر بأن انت تشغلها وتولد إنتاج وسلاسل الإمداد هتكون قريبة في نطاقك الأقليمي فهتكون أقل تكلفة وفي نفس الوقت أكثر استدامة عظيم جدا طيب أنا أرجع مرة تانية لأستاذ أشرف وإحنا بنتكلم على هذه الأوضاع الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم ورفع أسعار الفايدة في الفيدرالي فيأثر على أسعار الفايدة في الشرق الأوسط وفي الاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك فيحصل خلل اقتصادي في العالم كله جو بايدن طول الوقت يتكلم عن ارتفاعات أسعار برميل البترول اللي بيحصل في أمريكا اتأثر جدا بسبب ارتفاع سعر الطاقة اللي بيحصل في العالم تأثر بسبب سعر الطاقة جو بايدن جاي على المنطقة في القمة الخليجية بحضور مصر والأردن والعرق صديقي العزيز جو جاي علشان يتفاوض ويتكلم على خفض سعر البترول ولا جاي علشان يشوف إسهام في حل أزمات المنطقة أو بوادرها الحالية خصوصا أن أنا عندي الزيارة بتاعة أولي العهد السعودي لقاهرة ثم إلى الأردن ثم إلى تركيا يعود مرة أخرى سالما إلى المملكة العربية السعودية وأنا عندي لسه فيه أزمة قائمة حتى اللحظة دي القوات التركية جويا تخترق المجالات الجوية العراقية وتقوم بالضرب هل في زيارة بايدن بوادر لحلول أو بحث لحلول واللي جاي يتكلم على الزيت وروح بص هو سؤال مهم جدا وأنا حجاوب باختصار الأول أقول هو جاي بحثا عن مصالحه وليس لحلول لقضايا وأزمة المنطقة الولايات المتحدة لا تملك حاليا حلول الولايات المتحدة صراحة شديدة إدارة ضعيفة مرتبكة لديها مشاكل كبيرة جدا ولديها مخاوف أنه إذا استمرت الحرب الأوكرانية الروسية بهذه الوتيرة تقدم روسيا حتى نوفمبر المقبل احتمالات كبيرة جدا الحزب الديموقراطي سيخسر الانتخابات انتخابات التجديد النصفي في نفس الوقت هو يحتاج إلى من يساعده في الضغط على روسيا طيب هم دلوقتي بحاولوا أن هم يضغطوا على روسيا من خلال يعني منعها من تصدير الغاز لأوروبا صدرت للصين فصدرت للصين بس في نفس الوقت لسه أوروبا هو السوق الأكبر وعندهم خطوط الغاز لألمانيا والتركيا دي خطوط أساسية فيعمل إيه؟ يجي عشان يطلب من الدول العربية من المملكة العربية السعودية ومن الأمارات ومن قطر أن هم يزودوا إنتاج البترول وبالتالي يزود الضغط على روسيا ده حاجة أولى يعني ده قضية أولى ستحتل أولوية في الزيارة لكن في حاجة تانية كمان فيه فكرة أنه يحصل تعاون دفاعي يعني أو منظومة دفاع صاروخي في المنطقة تشارك في إسرائيل لتحييد السواريخ الإيرانية يعني فيه فكرة تضطرح في العدارة أمن الخليج أي وإنه عشان لو حصل حرب بين إسرائيل وإيران السواريخ الإيرانية ما توصلش لإسرائيل وفي نفس الوقت علشان الحسيين أو إيران لو قصفت أي دولة خليجية طب نعمل إيه؟ نفرش المنطقة بمنظومات دفاع جوية سواء منظومات هوك أو غيرها ويكون بتعاون بين الدول العربية الدول الخليجية وبين إسرائيل بشكل كبير جدا إذن هو جاي لمطلبين مهمين لكن إحنا في نفس الوقت فيه مطلب عربي مهم قوي إنه هو الضغط على إسرائيل لتخفيف قبضتها على الفلسطينيين للدخول في مفاوضات سلام لوقف انتهاكات القدس الانتهاكات اللي بتتم في الأقصى والقدس ومحاولة إحداث تقسيم زماني ومكاني ده يعني شيء مهم جدا وشيء مهم آخر إن الولايات المتحدة إذا وقعت أي اتفاق ناوي مع إيران هذا الاتفاق يبقى شامل ما يبقاش أضعف من الاتجاه اللي فات ما وفقش على إن إيران تستمر في البرنامج الناوي بمعدلات منخفضة بعد ما قطعت فيه شوت كبير جدا وقاسبها تنتج متى شاء من سواريخ ومن مسيارات وقاسبها تواصل تدخلها في المنطقة في قضايا لصالح الأولايات المتحدة ولصالح إسرائيل وفي قضايا للجانب العربي المطلوب أو يعني زيارة الأمير محمد ابن سلمان ولي العهد بتشمل مصر وتركيا لأنه دولتين إقليميتين كبار في محاولة لتخطي الخلافات بشكل كبير مع تركيا بعد المبادرات التركية المحاولة يعني العودة إلى السوق العربي المحاولة كاسب الاستثمارات العربية وما إلى ذلك فمقابل أن تركيا تدخل في منظومة الدفاع عن المصالح العربية والمصالح الإقليمية وما تقافش موقع وهذا معناه أنه لازم تركيا تتخلع عن علاقة استراتيجية ما بينه وبين تركيا أزل تركيا ما بينه وبين إيران وده يعني أعتقد أنه ده المطلوب من تركيا في مقابل أن أنت تسمح بعودة الاستثمارات الضخمة لتركيا السياحة لتركيا لكن الأهم ما يتعلق بنا أنه ما فيش حاجة زي دي ممكن تتم بدون تنصيق مصري سعودي عالي جدا هذه الجولة هي أول جولة للأمير محمد بن سلمان جولة بتشمل أكتر من دولة مش زيارة فردية من 2019 ودي الجولة اللي بيقوم بيها في الزكرة الخامسة لتولي منصب ولي العالم وبدأ بمصر لما المصر من أهمية كبيرة جدا في النظام الإقليمي مصر لها موقف ثابت أنها ستشارك في الدفاع عن أمن الخليج إذا تعرض الخليج للخطر والرئيس متمسك بكلمته مسافة السكة وبالتالي هو عايز يمتن هذه العلاقة لأنه شعرين أن الخطر الإيراني بيزداد في نفس الوقت يعني في أفاق ضخمة للتعاون بين مصر والسعودية سواء في حل المشاكل السياسية المشاكل الأمنية موجهة الإرهاب وفي المجال الاقتصادي يعني زي ما قالت الدكتورة أسماء عندنا فرص تعاون مصري سعودي لا تنتهي أسواق كبيرة في البلدين عندنا في مصر مثلا من الاتفاقات التي تعاملت اتفاقات خاصة بتطوير بنية تحتية مصر عندها خبرات وقدرات حاليا في عمل بنية تحتية في أي مكان على سطح الكرة الأرضية برك تعاون في مجال الأمن السبراني وده مهم جدا لأنه هناك يعني فرق خاصة من مجموعات الهاكرز الإيرانيين شغالين على محاولة إزعاج المنطقة بالكامل مصر لديها هذه الخبرات المملكة العربية السعودية تحتاجها المنطقة تحتاجها ولكن في نفس الوقت ما زالت أمريكا هي القوة العظمى الأولى في العالم ولابد أن تتعامل معها لكن بنديه طيب يعني قد نذهب بعد كده لنقطة تهديد العروش بس الأول عايز يعني The Decline of the American Empire زي كده الرومان إمباير لسا لسا مش دلال هو عمليا بادئ يعني هو عمليا بادئ وتقريبا من 2017 بدئ وكان ليه بوادر بدئ تقريبا من سنة 98 كان فيه مؤلف مهم جدا على القصة دي لكن هنا فعلا عايزي مرجع لدكتور أسماء على مسألة الشركات الاقتصادية احنا تكلمنا على قرات الفيدرالي وتأثيراتها على الدول في العالم كله مصر إفريقيا شرق الأوسط اتحاد أوروبي إلى آخره تكلمنا على أسعار البترول وما إلى ذلك وهروب الأموال الساخنة طيب مثلا الأموال الساخنة اللي خرجت من مصر تقدر تقريبا بحولي 20 مليار دولار خروج هل الاستثمارات اللي دخلت لنا ومش في شكل أموال ساخنة في عندي استثمارات سابقة بدأت تخش من الإمارات المملكة العربية السعودية وعندي النهاردة اتفاقيات تقريبا بـ 7.7 مليار دولار عندنا تعهد آخر من الأمير محمد بن سلمان بقيادة حزمة استثمارات تقدر بـ 30 مليار دولار هل هذا يعود هروب هذه الأموال الساخنة أم يعودها ويزيد أو أن يوسف يقول أي كلام لا طبعا هو احنا مش هنقارن أرقام بأرقام احنا هنقارن الأثر الاقتصادي لكل شكل من التدفقات لما بتدخل بيكون أثرها الاقتصادي يعمل إزاي هنتكلم على الاستثمارات المباشرة اللي هي زي الاتفاقيات اللي تمت النهاردة أو القيم اللي حضرتك كنت بتذكر إن هي بدأت تدخل هو طبعا رفع أسعار الفايدة بيخلي الاستثمار المباشر يكون بتكلفة أعلى لأن أسعار الفايدة اللي ما بترتفع ده بيزود من تكلفة الاستثمار المباشر وده بيأكد يعني دعم السعودية لمصر إن هي دخلت استثمارات مباشرة في هذا التوقيت اللي بترتفع فيه أسعار الفايدة لما بتدخل بقى الاقتصاد وتشتغل يعني تشتغل بشكل استثمارات مباشرة وشاركات مع القطاع الخاص أول حاجة هي بتشجع القطاع الخاص لأن ممكن الاقتصاد الخاص يكون القطاع الخاص أقصد يكون فوضع إن هو متخوف مثلا إن هو يزود حجم الاستثمارات بتاعته وإن الظروف ما فيهاش استقرار كافي فالفلوس دي لما بتدخله بتشجع القطاع الخاص بتشغل عميلة فبتقلل عندنا مستويات البطالة بتزود الإنتاج والعرض الكلي وده أساسا مسبب رئيسي في ارتفاع معدلات التدخم فإحنا لما بنزود معدلات العرض معدلات العرض الكلي ده بيقلل من معدلات التدخم بشكل آخر القطاعات اللي هي دخلت فيها لها قطاعات مكملة يعني كل قطاع اقتصادي بيكون لي روابط أمامية وروابط خلفية يعني مثلا حضرتك بتنتج حاجة معينة طب محتاج متخلات إنتاج من قطاع آخر أو الناتج بتاعك بتقدمه كمدخل إنتاج لقطاع آخر فهذه الروابط الأمامية والخلفية فانت لما بتشجع قطاع معين أو بتدخل استثمارات في قطاع معين انت بتشجع مجموعة كبيرة من القطاعات وده بالفعل احنا شفنا يعني القطاعات اللي دخل فيها الاستثمارات السعودية فيها بنية تحتية البنية التحتية دي رئيسية اللي جاز بأي استثمارات بتشجع أي واحد أنه يبدأ أنه يشغل المشروع بتاعه مشروعات الطاقة سواء الطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة والاستثمارات في الهايدروجين الأخضر ده مدخل إنتاج لمجموعة كبيرة من الصناعات تقريبا كل الصناعات بتعتمد على الطاقة وكمان أهميته بيجي في الوقت اللي مصر بتسع فيه نهاية تكون مركز إقليمي للطاقة بتزود الاكتشافاته بتزود الإنتاج وبتزود الصدرات بتاعته فلما ندخل استثمارات في القطاع ده ده شيء مهم جدا كمان مصر ان شاء الله تستضيف قمة المناخ في نهاية العام الجاري فلما نكون بنزود الاستثمارات بتاعتنا في قطاع الطاقة المتجددة وفي قطاع الهايدروجين الأخضر يبقى احنا كده بنأكد على رغم أن مصر من الدول الأقل تسببا في ظاهرة التغيرات المناخية ولكن هي بتواجهها بزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة وبتشجع الدول التانية نهاية تدخل تستثمر في القطاع ده عندنا الصناعات الغذائية هي الصراع الروسي الأوكراني انعكس على الأسواق النشأة فحتتين كبار الأمن الغذائي وأزمة الديون فلما احنا نزود الصناعات الغذائية عندنا يبقى احنا كده بنعوض بقى يعني بنعوض أي نقص أنه هو تم فهي دخلت في قطاعات فعلا قطاعات مهمة وقطاعات بتشغل قطاعات أخرى غير ان هي بتشغل عمالة بتزود العرض الكلي فدي بتساعد على أن الظروف الاقتصادية تستقر خلال الفترة التانية كمان في حاجة مهمة هنا عايزين نشد ليها لما حضرينك بتتكلم على أشكال الاستثمارات المختلفة طيب الفلوس اللي هي قريب من 8 مليار دولار دخلت الاقتصاد في شكل إيه؟ هل دخلت في شكل ودية كرود يعني السعودية قدتنا كرود طبعا لا هي ما دخلتش في شكل كرود احنا دلوقتي أسعار الفايدة مرتفع عندنا جدا فأي استدينة هتبقى بفايدة والتكلفة عالية لا دي بالعكس دخلت في شكل استثمارات يعني هي دخلت شغلك الاقتصاد بتاعك وتدوره فده بيأكد على أهمية الدور السعودي في دعم الاقتصاد المصري يعني طبعا السعودية دولة النفطية فهي من أقل الدول يعني اتعرضوا للأزمة يعني إنما مصر طبعا كان الأثر عليها كان أكبر فده بيأكد يعني أن الدور ده كان قوي ويأكد برضو على دور هيئة الاستثمار في مصر أن هي استطاعت أن هي تجذب استثمارات في الوقت الحالي يعني جذبت استثمارات بمبلغ كبير في قطاعات رائدة وفي قطاعات حيوية بالنسبة للاقتصاد كمان في بعض المشروعات فيها تبقى مشروعات قومية ومتعلقة بالبنية التحتية رئيس هيئة الاستثمار أعلن أن هي هتاخد الرخصة الزهبية وعرض عليهم مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حوالي 2700 فرصة موجودين في الخريطة الاستثمارية فده بيجذب بس مش السعودية إن شاء الله دول تانية أكتر أن هي تدخل في التدخل استثمارات مباشرة طيب أنا هستأذن حضراتكم هروح لفصل سريع جدا ونرجع نكمل الكلام علشان هنروح رحين تاني لا أستاذ أشرف نحاول نسأله على مسألة مش بس تهديد العرش من عدم هيئة هتاخد وقتها لما لا شك فيه بس هي المسألة بتاعة القدرات المصرية العربية على إنه ننهي الحالة بتاعة زمان بتاعة لي الزراع العربي طول الوقت وإنه تصبح العواصم العربية بالتأكيد القاهرة والرياض وأيضا أبو ظبي من عواصم صنع القرار الدولي مش العربي فقط فاصل ونكمل الكلام أهلا بحضراتكم مرة ثانية نجدد الترحيب بضيوفنا لأعزاء دخل الستوديو دكتور أسماء رفعة الباحثة الاقتصادية بالمركز المصري للفكر والدرسات الاستراتيجية كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام وبالعودة للملف السياسي على خلفية زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة التصور اللي أنا بفكر فيه بصوتة عالية مع حضرتك أنه عودة أو أنه القاهرة والرياض ومعهم بالتأكيد أبو ظبي يعودوا إلى احتلال أو صناعة مرة أخرى صناعة القرار أو المشاركة في صناعة القرار الدولي عبر المنطقة ليس فقط الامتثال لتوجيه أو أوامر قادمة من واشنطن أو لندن أو برلين أو باريس يعني خليني أقول لك أنه السياسات الخالجية شهدت صدمة خلال الفترة الماضية عندما فجت بانسحاب أمريكي من المنطقة سحب لأنظمة الدفاع الجوي أنظمة هوك غيرها وغيرها وده شجع الحسيين ومن وراء الحسيين أن هم يحاولوا يقصفوا المجمعات الخاصة بأرامكو أكبر شركة بيترول في العالم أكبر شركة على وجه الأرض صحيح أيضاً سواريخ أطلقت ومسيرات في اتجاه أبو ظبي وبالتالي ده خل الإمارات والسعودية بدأوا يفكروا في البديل البديل طب ما إحنا عندنا بديل محلي بديل خاص بينا بديل تحالفنا وإن إحنا نبني منظوماتنا الدفاعية الخاصة بينا وإن إحنا نتعاون مع قوة إقليمية كبرى زي مصر اللي يمكن بتحتل مركز متقدم عن إيران وعن تركيا وعن كل دول المنطقة وعن إسرائيل في ميزان القوى العالمي وبالتالي ده فتح أفاق تعاون أكبر بين دول الخليج ومصر تنصيق أكبر طبعاً إسرائيل حاولت تستجل لهذا الموقف إنها تدخل في تنصيق مع دول الخليج عرضت عليهم توفير شبكات دفاع جاوي عندها إسرائيل ثلاث منظومات للحماية من الصواريخ منظومة حتس للصواريخ طويلة المدى ومنظومة مقلع داود للصواريخ متوسطة المدى ومنظومة الأوبة الفلازية للقزائف وسواريخ القسام والصواريخ اللي هي يعني غير موجهة وأيضاً انتهت من منظومة جديدة هي منظومة الدفاع بالليزر إشعاعات الليزر تطلق على الصواريخ أياً كانت فتدمرها بدون تكلفة وبدأ الأمريكان يعرضوا هذه الفكرة لكن الأولوية الآن في نظام الدفاع العربي المشترك هو التعاون المصري الإماراتي الصعودي التعاون العربي التعاون اللي تشارك فيه دول زي العراق وزي الأردن وما إلى ذلك والبلدان العربية عندها القدرات المادية وعندها القدرات البشرية أنها يعني القدرات المادية أنها تقدر يعني تأتي بما تشاء من أنظمة الدفاع الساروخي من أي مكان في العالم وجزء كبير من هذه أنظمة يصنع في المنطقة تصنيع كامل وأيضاً عندها يعني خبرات في إدارة هذه المنظومات وبالتالي تتخلص منطقة الخليج من التهديدات سواء الإيرانية أو عمليات الابتزاز التي كانت تمارس من الولايات المتحدة في السابق أنه أنا هدفع عنكم طيب هتدفعوا كام طيب أنا حاجة أعمل صفقة مثلاً بمئة مليار أورد بها أسلحة بخمسين مليار وتدريب وزخيرة وبتاع بخمسين مليار وفي النهاية ما فيش نتيجة إذن التهديدات الإقليمية دفعت الدول العربية في الآخر للبحث عن بديل داخلي بديل عربي تقود مصر أنا كنت أتمنى أن نقعد لأنه دي بحقيقة يعني منقشة بالنسبة لي شديدة الأهمية لكن أخيراً وفي عجالة سريعة جداً دكتور أسماء دي دي خاتمة لمسألة الشراكات الاقتصادية مستقبل الشراكات الاقتصادية مش بس مصر والسعودية ولكن في المنطقة تشمل إفريقيا هو فعلاً التوجه العربي ده المفروض ينظره توجه تاني أفريقي لأنه زي ما قلت لحضرتك فيه ظروف مشترقة وفيه تنوع وفيه ميزة تنفسية مختلفة فده بيساهم أن إحنا لما نعمق العلاقات سواء العربية أو الأفريقي المكاسب المجتمع هتكون أكتر وهتكون قدرتنا على موجهة الأزمات والتحديات هتكون أكتر فإن شاء الله هنشهد الفترة اللي جاية التوجه العربي مع التوجه الأفريقي فده هيساهم كتير في حل الأزمة أشكركم جداً 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 أستاذ أشرف دكتور أسماء نورتونا وشرفتونا لازم نعود كتير جداً خالفترة الجاية لأن أنا أعتقد أنه مش بس زيارة ولي العهد السعودي القاهرة لكن كمان أن إحنا منتظرين اللقاءات اللي هتحصل أو نواة زيارة الأردن ثم نواة زيارة تركيا ثم العودة مرة تانية للقمة الخالجية فالفترة الجاية دي أتشهد زخم يعني كده إحنا الفئي لما يسعد يجيله 3-4-5 قاماً في شهر واحد أشكركم جداً 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 نورتونا وشرفتونا خلصت الحالة لحد كده كريم رمزي داخل حالاً ماشي بالكورة ورقم عشرة ولو كلنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات